عزم تفاكك جديد واندماجات داخلها أودت إلى تشكيل حلفين رئيسيين داخل الحركة معلنة عودة الصراع القديم من الباب العريض أي حتى ما قبل تأسيس الجيش الوطني صراع السلطة والنفوذ الفصائلي اندماج جديد أعلن عنه شمالية حلب ضم فصائل تجمع ثائرون والجبهة السورية للتحرير تحت مسمى هيئة ثائرون للتحرير تحالفات عنوانها المصالح الفصائلية للمحافظة على استمرار الفساد وتعزيز القوات في مواجهة خصوم الأمس واليوم بمصطلحات الوحدة الخلبية كما عبر عنها كثيرون التكتل الأخير الذي جمع السلطان مراد وفرقتي الحمزة والمعتصم وسليمان شاه وستة فصائل أخرى يبدو أنه يحمل أهداف متعددة كالتكتل بجسم واحد حشية محاربتهم وحلهم تدريجيا خاصة بعد نية عزم إنهاء فصيل أبو عمشة وبداية خلافات قيادات عزم بين راض وغير راض على خطواتها نحو إنهاء الفصائل المسيئة وهنا يبدو أنها كانت النقطة الفارقة في عودة الحلف القديم الجديد ليوازي الجبهة الشامية التي تقود حركة عزم لإيقافها عن مواجهتهم بعد شعورهم بالخطر ثم تصفات يتشاركون بها مع الفصيل المستهدف من فصيل إلى تجمع ثم حركة وأخير للهيئة تقلبات غير مفهومة تجريها عدة فصائل ليبدو أن التخطيط الاستراتيجي للبناء غائب ليعكس صورة سلبية عن الكفاءات التي تمتلكها في ظل العشوائية والفوضى والتفكير بتحقيق مكاسب غير مأمولة في ظل غياب السياسة نحو المشروع الوطني تجري التغيرات الجذرية في مشروع عزم أمام صمت قيادتها والتي بدورها لم تدلي بأي تعليقات رسمية فيبدو أنها غير راضية عن الحلف الجديد الذي أطاح بكل خطواتها التي استمرت لشهور طويلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر